من كل هذه الأطراف المختلفة في المنظومة أم بدوره الدنيا هتسلم من أي منغصات من أي أشواك لا جامبل سارتر له مقولة فلسفية الجحيم هو الآخرون والآخرون هنا دايماً وأبداً مشكلة كبيرة جداً الأهل والترجي علاقة سامنا على عسل تاريخياً يدخل الآخرون يشعلوا فتيل الأزمة يحصل اللي حصل مبارح بس استنى بتضليل هو المشكلة هنا ما كانش فيه أزمة أنت بتزور وبتتفضح وبعدل لأحد يحاسبك فتكرر دلوقتي الماشاة الثانية أو تحاول أن تكرر اللي زرعوا الأشواك بين الأهل والترجي واللي سمموا الأبار بين الأهل وبطل تونس هم نفسهم اللي حاولوا ليلة مبارح يعملوا نفس اللعبة في علاقة الأهل بالهلال بل ربما علاقة الجماهير المصرية بالجماهير السودانية العلاقة التاريخية واللحمة الكبيرة اللي بينهم نادي الهلال عنده الكابتن حمادة صدقي كابتن حمادة صدقي تلقى عرض من سموحها عشان يرجع يدرب سموحها أما خسر مباراته مع النجم الساحلي جي القاهرة أعلن أنه اتصل بالجانب السوداني وأنه أنهى التعاقد معهم وتعاقد مع سموح الحمد هو أسباب اللي ما نخشش فيها ما نخشش في العلاقة يعني ما نجد دعوة الأهل ماله الأهل ماله غير أن الكابتن حمادة صدقي واحد من ولاد النادي المحترمين ظروف إنهاء علاقته مع الهلال ظروف يعلمها هو من حيث المبدأ أنا رأي الشخص ما فيش مدرب بالساهل ينهي تعاقده أتمنى أنه كأي مدرب يلتزم بعاقده آه هو أدرى بأنه فيه ظروف حصلت هو أدرى أنه فيه مشاكل كتيرة في النهاية فيه تعاقد وفيه شروط هو أدرى بيها مش قضيتنا لكن لما يوصل الأمر أنه زارع الفتنة يفبركه نص يقوله أنه ده متبادل بين الكابتن سيد عب حفيز والكابتن حمادة صدقي وأن الاتفاق كما لو كان أنه مدير الكرة في الأهل بيسعى إلى تخريب الجهاز الفني للهلال السوداني الشقيق علشان يضعفه قبل مطش بلاتينيوم وأنه كابتن حمادة هيجي يمسل قطاع الناشئين وكلام مصخرة ملوش أي معنى كلام يدحك استنى بقى مين الكابتن حمادة مدرب منتخب مصر طبعا مدرب فرق الناشئين قطاع الناشئين صاحب أفضل إنجاز مع اسموحها آه بصار مدرب مدير فني مع الفرق حياته آمر عشان يمسل قطاع الناشئين في الأهل إيه العقلية دي حتى مش عارف تجدب مش عارف تضلل ضلل بحاجة تدحك طيب يعني أنت بترشي واحد مدير فني لفريق بحجم الهلال السوداني وجايله عرض بفريق بحجم اسموحة وكان مدربة لمنتخب مصر ومنتخبات الناشئين بتغريه وبترشيه عشان تنزل للمسل قطاع الناشئين في النادي الأهل يا رجل حتى أحبوكها وبعدين كلام مكشوف ومفضوح وفيه فتنة كبيرة جداً تنبه لها النادي الأهل واتخذ الإجراء القانون الكبير والقوي والراجع إن شاء الله وده أهم حاجة هنطمنكو عليه من مصدره بعد قليل لكن على الجانب السوداني الشقيق ودي مسألة مهمة جداً لأنه في الأول اتقال إنه الهلال طلع بيان أدام فيه هذا أو فسخ التعاقد من جانب واحد من الكابتن حمدا صدي وما عرف أو ما نسب إلى الهلال من بيان أشار فيه للنادي الأهلي الناس استغربت كابتن حمدا راح يدرب سموحها مش جايد نادي الأهلي وزي ما حتى كابتن حمدا نفسه قال لك والله وأنا لو مطلوب أن أنا أساهل مهمة الأهلي أقعد ولا أمشي يعني المنطق يجي فين لكن الحقيقة الجانب السوداني كان عنده حرص أيضاً على كشف هذا الملعوب وإظهار الحقيقة واتصل الدكتور أشرف كاردينيال رئيس نادي الهلال من كابتن متحد شلبي أوضح له الأمر كماماً نشوف جزء الثاني دكتور أشرف دخلتوا اسم النادي الأهلي في البيان يعني من وجهة ناصحك ليه البيان مكتوب فيه مشاور كده على أنه هو ماشي لأسباب أنه الأهلي على صفحتكم الرسمية أنه الأهلي في المجموعة وكذا وكذا أنا حطت حتى الصفحة بتاعت حضرتكم على اله يمكن ده ما مرش على حكم الصفحة الصفحة يا دم وعندنا صفحة يا أرحموا ده عندنا صفحة الحقيقية بتاعاتنا صفحة الحقيقية بتاعات الهلال اللي نحن مستكد فيه على الفيسبوك إنه الناس ديلي بتودتوهم البلو بوين وهم أخصاً ما هو مجلس الإدارة الصحيح أو أستلين آه أوكي يعني ممكن تبدي فيه بورق مزور بورق مزور الدوم إن شاء الله قريب حد الحقيقية طعاً نحنا لا يمكن نادي ما نحن لنطلع الغرار مجلس الإدارة نحنا لا يمكن أن ندخل نادي بالزبط مهما كان بالزبط ولا يمكن نكون بالغضاء الرياضي آه طبعاً نطلع بيان مليون المياه آه مع الأسف حاجات فيك بتقول كلام بقى مسؤول رئيس نادي يدرك حجم العلاقات بالزاد بين الهلال وبالنادي الأهلي وهده مربط الفارس إزاي إنه بوز للأهلي علاقاته بالأندي اللي هي بتحبه وكما استطاعوا أن يعبسوا في العلاقة بين التراجي والأهلي اللي نرجو أنها تترممه بسرعة حاولوا فيه انتهازية رخيصة غير مسؤولة نفس غالباً حيبقى نفس الناس يعني أنا أرجو بس التحقيق اللي هو هيجرى بإذن الله اللي حنقولك تفاصيله دلوقتي يوصلنا لنتاج لأن لو كان الناس اللي زورت الجواب آه بتاع بريزنتيشن أيام وده اللي حاصل مع كابتن حماده وراح كسب يعني النادي الاهلي كان اخر حاجة عايزة ان الكابتن حماده يمشي مش من مصلحة الاهلي ان الكابتن حماده يمشي لان مش بس لتوتر الاجواء حتى من الناحية النفسية والمعنوية فكلام مش الحمد لله ان يتصدله بمسئولية الرئيس المحترم رئيس نادي الهلال ويعني ارجو ان السوشال ميديا هنا وهناك مايلعبوش الجامل اللي بيتلعب لاغراض اخرى ملاش دعب الرياضة